أهلاً مجدداً مشاهدين على الكرام إلى أولى فقراتنا وستكون كما قلت بأحوال الطقس العالمية ودرجات الحرارة الأكيد أنها مرتفعة وأسعد الله صباحك سيها أكيد أمان أسعد الله صباحك بكل خير متفعة في عدة مناطق عبر العالم أهلاً بكم مشاهدين الكرام على إثر تعمقين سبر طبا عالية في طبقات الجوال العليا تبقى فرصة سقط الأمطار قائمة واحتمالية وتبقى دائماً قائمة على كل من أبو جايا ونديوان نايروبي مع درجة حرارة أقصى 30 درجة مئوية جنوباً لا تتعدى درجة الحرارة 19 درجة مئوية على كل من جوهانسبورغ وويندهوك لتبقى الأجواء حارة مع تخطيها حاجزة 40 درجة مئوية على الخرطوم حرارة 30 متوقعة بها القاهرة تونس تاربلوس باماكوانا وقشط لتبقى ضمن مستوياتها العشرينية بكل من داكار العيون الرباط والعاصمة الجزائر تبقى دائماً يبقى دائماً التباين في درجة الحرارة على القارة الأوروبية تبقى دائماً دون العشرين مئوية مع تعمق قتلة هوائية باردة تبقى فرصة سقط الأمطار سانحة إثر حالتين من عدم إسقراري الجوي على كل من برلين وارسو وكييف وحتى تصل هذه الحالة حالة عدم إسقرار إلى أجواء موسكو مع 16 درجة مئوية جنوب القارة الأوروبية يشهد دائماً أجواء حارة نسبياً مع تخطي درجة الحرارة حاجز الثلاثين درجة مئوية إثر تعمق قتلة هوائية حارة على كل من أثنى روما ومدريد وتبقى ضمن مسوياتها العشرينية على باريس وأيضاً على أنقرة تبقى دائماً أجواء حارة على شبه الجزيرة العربية وإذن واسعة منها إثر تعمق قتلة هوائية ساخنة تصل بموجبها درجة الحرارة إلى منتصف مسوياتها الأربعينية على بغداد ومن المتوقع أن تواصل ارتفاعها خلال الأيام القادمة لتلامس أواخر مسوياتها الأربعينية تسجل في حدود 41 درجة مئوية على الرياض ودبي وتبقى ضمن مسوياتها الثلاثينية على كل من دمشق وأيضاً مسقط وحتى بالدوحة وتسجل في أواخر مسوياتها العشرينية على كل من القدس بيروت عمان وصنها حالة من إسقرية الجوية تؤثر على عموم القارة الأسيوية باستثناء الجهة الجنوبية إن تتفرق الغيوب المنخفضة مع بقاء احتمالية تساقط الأمطار قائمة إن تكون هذه السحب مرفوقة ببعض العواصف الرعدية درجة الحرارة تكون في أوائل مسوياتها الثلاثينية على كل من بانكوك جاكرتا وكولا لنبور وتبقى دائماً ضمن منتصف مسوياتها الأربعينية على نيو ديلي الهندية وتلامس أوائل مسوياتها الأربعينية على إسلامباد حرارة ثلاثينية متوقعة على كل من بكين وطهران أجواء ماطرة متوقعة على إذن واسعة من أستراليا خاصة الجهة الشرقية عفواً على أوكلاند ومالبورن مع درجة حرارة دون العشين مئوية تستعوى الشمس الأثناء على السل مع درجة حرارة دائماً تبقى دون 13 درجة مئوية إلى أمريكا الشمالية أن تكون الأجواء ماطرة بغزارة إذ رحالة من عدم الاسقراري الجوي على كل من أوتاوى ومايامي مع 14 إلى 27 درجة مئوية تكون الأمطار أقل حدة بنيو يورك مع درجة حرارة عشينية تصحو الأجواء وتتسقر الوضعية الجوية على لوس أنجلس مع درجة حرارة تلامس أواخر مستويتها العشينية جنوباً تتفرق الغيوم الماطرة مع أمطار محلية الطابع والشدة على بوغوتا ودرجة حرارة لا تتعدى 15 درجة مئوية تتفرق الغيوم المنخفضة لتكون الأجواء غائمة بكثافة على كل من ساو باولو وبيلوس ايروس وحتى بيليما مع 19 إلى 26 درجة مئوية أجواء مغشة جزئياً متوقعة على كاركس مع درجة حرارة تلامس أواخر مستويتها العشينية مشاهدنا الكرام نهاية الورقة الجوية وفي خبر آخر ارتفعت حصيل الضحايا إحصار أغاثا الذي ضرب أجزاء واسعة من المكسيك إلى 11 قتلاً على الأقل وأكثر من 20 مفقودة وتم تصنيف إحصار أغاثا من الفئة الثانية على مقياس سافر سيمبسون أقول ورفقته رياح بلغت سرعتها 165 كم في الساعة لكنها فقدت فعليتها بمجرد وصولها إلى اليابسة إحصار أغاثا تسبب في فيضانة عارمة وانهيارات أرضية وخلف خسائر مادية كبيرة مركز الأعصير الأمريكي صنف إحصار أغاثا الأشدة والأقوى منذ 1949 الذي ضرب سواحل المكسيك المطلة على المحيط الهدي وبحسب خبراء الطقس وأيضاً البيئة من المتوقع أو من المحتمل أن تكون الأعصير المدارية أكثر حدة خلال قادم السنين أقول بسبب التغيرات المناخية مشاهدين الكرام نهاية الورقة الجوية وعودة إلى أمان وفخارة صباح نيوز